من هي نيفرتيتي؟ نيفرتيتي كانت واحدة من أكثر النساء غموضاً في مصر الفرعونية وكانت امرأة قوية تعيش في مصر القديمة ونيفرتيتي ملكة حكمت مصر جنباً إلى جنب مع الفرعون أخناتون زوجها وكان ذلك من سنة 1353 إلى سنة 1363 وقد حكمت الدولة الحديثة لمصر القديمة مع زوجها أخناتون أو أمن حوتب وكان يشوب حكمها فترة من الاضطرابات الدينية والثقافية والاشتباك مع رجال الدين حيث كانت هي وزوجها يدعوان إلى عبادة إله الشمس آتون مما سبب غضب الكثير من معابد الآلهة آمون وأوزويس وكانت محبوبة من قبل شعبها نيفرتيتي هي ابنة آي وهو أحد كبار مشتشاري وقائد الجيش لملك مصر وهناك أقاويل تقول أن هذا الرجل أصبح فرعون مصر بعد وفاة ولد زوجها توت عنخ أمون وهي ملكة تنتمي إلى الأسرة الثامنة عشر في مصر ما قبل الميلاد لتصبح بعد ذلك ملكة وسيدة الدولة الفرعونية الأولى وهي بعد ذلك أصبحت حماة الملك المصري الفرعوني الشهير توت عنخ أمون الذي كان زوج ابنتها ميريت آتون وقد أنجبت ستة بنات مما جعل زوجها يفكر في زوجات أخريات لينجبنا له ولدا وفعلا تم ذلك وكان له ما أراد إذ ولدت له إحداهن الملك الشهير توت عنخ أمون وأسماء بنات الملكة نيفرتيتي هي ميريت آتون ومكت آتون وعنخس إن باء آتون وهي التي تم تزوجها من الملك توت عنخ أمون نيفرنو آتون تاشيري نيفرنرو رع ستيب إن رع ومن الجدير بالذكر أن معنى اسم نيفرتيتي معناه هي المرأة الجميلة أو المرأة الجميلة أتت هي نيفرتيتي وقد عثر على قبر هذه الملكة العظيمة قرب قبر زوجها الملك أخناتون وفاة الملكة نيفرتيتي بعد فترة من الزمن توفيت إحدى بنات نيفرتيتي وهي ميكيت آتون وحزنت عليها حزنا شديدا وبعد ذلك انقرض ذكر الملكة من الحقبة التاريخية تلك ويقال أنها توفيت حزنا على ابنتها المتوفات وبعد وفاة هذه الملكة تم التشهير بها ومحوي كل التاريخ المتعلق بها من قبل رجال الدين في المعابد والمتعاطفين معهم من سياسي مصر القديمة لأنهم كانوا على عداء معها ومع زوجها أمن حوتب في طريقة عبادتهم للآلهة يوجد للملكة نيفرتيتي تمثال من الحجر الرملي تم اكتشافه في عام 1912 وأصبح هذا التمثال رمزا عالميا للجمال الأنثوي والسلطة معا حيث عثر عليها عالم الآثار الألماني الشهير لودفيك بورشارتت في منطقة تسمى تل العمارنا وهو تمثال نصفي للرأس والوجه للملكة نيفرتيتي وهو تمثال شهير وتم نقل التمثال إلى ألمانيا في نفس العام ويبقى في ألمانيا وأثناء الحرب العالمية الثانية عافر على التمثال من قبل الأمريكيين وأخذوه إلى الولايات المتحدة الأمريكية ثم أعادوه إلى متحف ألمانيا الغربية ومنذ ذلك التاريخ ما زالت مصر تطالب بعودة التمثال مرة أخرى إلى مصر إلى غاية يومنا هذا